في أسباب مشروعة إذا في أسباب مشروعة ولاي الأمر ممكن يفرق الولاد أو وفي أسباب غير مشروعة طب الأسباب المشروعة إيه أنا لما يكون أسرة أب وأم عندي طفل عنده ظروف صحية صعبة أو أمراض مزمنة أو ذوي إعاقة آه ده أكيد دي حالات استثنائية أنا غزبا عني كأولية أمر أنا باهتم بيه غزبا عني بس هنا في نقطة خلي بالك لازم تأهل إخواته أنت ليه مهتم بدا عنهم دي نقطة مهمة لأن من غير التوضيح ده هيحسه والطفل الصغير باقدر مش هيقدر يقول بأخوي عشان تعيين تعبين لا مش هيحس لأنه تقوله أنا عارفة لأنا مؤثر معيك أنا عارفة لأنا وقتي معظمه مع أخوك بس عشان كذا وكذا وكذا من زعلش مني أنا هعوضك تعالي نروح نودي البابا ونخرج جنوين تل وحدنا فلازم تعرفوا غزبا عني أنا بفرق غزبا عني زي زماني الأم لما كانت بتولد مولود جديد كانوا لولا إيه ما تتلهفيش عليه كده ما تفضليش عيلاته للوقت عشان أخوه ما يغيرش منه صحي كده صحي الحاجات البدائية دي اللي كنا بنشوفها زماني الوعي صح اللي في أسباب بقى غير مشروعة هي دي اللي احنا جايين عشانها الأسباب الغير مشروعة اللي هو فعلا موضوع حلقتنا عليه النهاردة الحاجات اللي بتموت الحاجات اللي دمها تقيل الحاجات اللي هي عارف يقولك اتدلع المرق يعني اتفضل أول حاجة على أساس النوع ولد أو بنت كتير قوي بيفضل الولد على البنت أو العكس أو جوه الأسرة الأب يميل للبنت والأم يتميل للولد على أساس كمان اللي الولد ده جايبين توقم الولد ده شبه جد والله يرحمه وده شبه أمه لأنا بحب الولد ده رغم الكنين شبه بعض طب ما هو يحس على أساس الزكاء الولد ده زكي والولد ده مش كده وساعات مثلا لما بينفصلوا فتبقى البنت مثلا شبه مامتها صحيح فيفضل الراجل مثلا لو هي بقى نصرفها عليه قضية نفقة أو بينهم وبين بعض مشاكل فتولي الوقت لا أنت شبه أمك طب هي زنبها إيه يعني هي البنت زنبها إيه أصلا صحيح وفيه كمان بقى تفريقة على أساس إيه بقى التفلي ده ده مخفيف والتفلي ده لأ التفلي ده جد التفلي ده عنده ذكاء اجتماعي يعني يعني يعلم عدم يعمل بالزبط يعني مشكلة ففيه بقى الأكتر من كده واللي إحنا محتاجين فعلا اللي في بعض الأسر بتميز الطفل اللي بيعمل سلوكات وحشة يعني الطفل بيداي الناس هي مبسوطة الطفل بيقول ألفاظ وحشة الأم فرحان قالها زي مثلا هم صغارين مثلا اشتم معرفش جدك قول معرفش إيه الباباك فالطفل بيطلع أو هو يكون شاء زيادة أو كارزمة زيادة فالهو ده ده مشربات ده فظيع ده عليه حركات لا 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 ده ما حصلش ده بيفكرني بنفسي وأنا صغيرة فالهو بيميزوه على إنه بيعمل شقاوة ولا بيكسر ولا بيشتم والطفل المؤدد بقعد سكت هو بقى ده النوع طيب الأثار بقى اللي جاي على الاختلافين أنا لو أنا كوليه أمر فيه اختلاف المعاملة بين الولاد من بعضهم هيحصل ليه فيه نوعين يعني فيه حاجة لإما تصادم وخناقات لإما يسكت أنا أفضل أنا أفضل اللي يتكلم اللي يعمل مشاكل اللي يبقى فيه صدام أحسن من الطفل اللي يسكت الطفل اللي يحس اللي بابا أو مامته بيغيره في المعاملة بينه بين إخواته وسكت هو ده اللي عنده مشكلة طبعا ليه بقى؟ لأنه هو مش هيبعت رسالة لولي الأمر رسالة حذرية خلي بالك أنا زعلان أنا متدايق أنت بتفرق أخوي عني وتاني حاجة مش قادر يعبر خالص عن مشاعره فيكبر بيها ولو كبر بيها خلاص هيكمل بقيت عمره عليها فنقطة اللي أنا أشجع كلما الطفل يجي يقول لي كلما الطفل يجي يقول لي يا ماما أنت ليه بتحب أخوي عني؟ ما تقولش كده لا أنا بأشكرك عشان أنت لما حسيت بحاجة جيت قلتلي كلما تحس بس أنا أخلي بالك أنا ما كانش قصدي أنا كذا وكذا وكذا لازم أني أوضح الطفل اللي بيكلم مش بس نلومه وخلاص